بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة Learn English أخواني المعلمين أخواتي معلمات اللغة الإنجليزية أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في فيديو اليوم إن شاء الله بتشارك مع حضراتكم بعض الأنشطة التفاعلية في برنامج Learning Apps أنشطة تخص مهارة الكتابة نعلم جميعا أن مهارة الكتابة تبدو صعبة عند كثير من الطلاب ولكن مع هذا البرنامج إن شاء الله سوف تتحسن هذه المهارة بفضل هذا البرنامج وبفضل جهودكم الطيبة بسم الله نبدأ في البرنامج أنا طبعا مصمم هذا التطبيق طبعا بنبدأ أوكي هنا عبارة عن بارغراف فقرة عن الإجازة الصيفية الماضية هنا صممت البرنامج وأخفيت الأفعال وأخفيت الأفعال هنا لو حضراتكم أنا عملت فيديو سابق عن Learning Apps لو حضراتكم دخلتم وعملتم حساب واكتشفتم بنفسكم في آآ تطبيقات في اللغة تطبيقات اللغة الإنجليزية بتجد تطبيقات مماثلة في 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 كل شيء في كل مهارات اللغة الانجليزية أنا طبعا فضلت أن أنا أعمل أنشطة تفاعلية في يعني علما مني أو آآ آآ تخمينا مني أن مهارة الكتابة صعبة عند بعض الطلاب فآآ مبادرة مني لحل هذه المشكلة أو المساعدة في حل هذه المشكلة هنبدأ الأول نشوف التطبيق اللي أنا صممته وبعدين بشرح لحضراتكم ازاي وبعمل شير أسفل الفيديو ان شاء الله في الديسكرايب آآ احط روابط الأنشطة التفاعلية اللي اللي عايز يتواصل آآ او يدخل عليها ويشاركها مع طلابه. هنا طبعا آآ عندك الاختيارات. الاختيارات بتكون على عدد الجابس النقاط الفراغات كلها. يبقى طبعا هناك بعض الناس ممكن يقول لي ماشي تنفع. موسيقى القلاب اطاق всё موسيقى فرح كشري الجهد الهادي كان جيد I had a good time. I had a good time. طبعا لما ترسل لطلابك هذا النشاط التفاعلي الطالب طبعا بيختار ويمكن يعمل يتحقق من اجاباته بضغط على هذه الايكونة. هتكون كده الاجابات كلها صحيحة. ولو اجابات خطأ بيزهر باللون الاحمر ويقدر الطالب يعدل من نفسه. طبعا هنا ده البرنامج. اللي انا طبعا صممته. هنا لو انا عايز اعمل طبعا نهار هنا ده الرابط انا بان شاء الله اه اترك الرابط لحضراتكم في اه اسفل الفيديو في او تحت اسفل الفيديو ان شاء الله. شكرا و الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة